وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ لَهُ ثلاثُ صُور الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة هذا بيع على بيع أخيه والصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة والصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة وكل هذه الصور محرمة فمن اشترى سلعة من صاحب دكان فإنك لا يجوز لك أن تبيع على بيعه وأن تقول لهذا البائع الذي اشترى هذه السلعة أعطيك مثلها أو أحسن منها بأنقص لأن هذا يوجب العداوة والبغضاء والحقد والكراهة بين المسلمين